من على منصة القمة العربية السابعة والعشرين التي استضافتها العاصمة الموريتانية نواكشوت ظهر الرئيس هادي للحديث عن معاناة اليمنين المتفاقمة نتيجة تعنت الميليشيا وتنصلها عن الالتزامات التي من شأنها التقدم باتجاه حلول سياسية واستمرارها في قصف ومحاصرة المدن وقيادة المواطن اليمني نحو المجاعة أن جموع الشعوب اليمني واجهته وما تزال تواجه ماليشيا الحوثي التابعة للحوثيين وصالح المدعومة من عيران بالانقلاب على السلطة السياسية الشرعية المنتخبة والسيطرة على العاصمة ومعسات والمصالح الحكومية والعبث بموارد الدولة وموالها وحصار المدن في مختلف مناطق اليمن هادي وفي حديثه أمام الرؤساء العرب حرص على الوقوف على أهمية الدور والموقف العربي الموحد في التصدي لمخاطر التدخلات الإيرانية في الإقليم العربي والتي اتضحت جاليا في اليمن من خلال دعمها للميليشيات الحوثية المنقلبة على الدولة والشرعية وكنا وقد حذرنا مرارا وتكرارا من مقبة خطورة استمرار الانقلابيين في القيام بمحاولة اختطاف الدولة والوطن وتغيير هويته وتمزيق نسيقها الاجتماعي وجره بعيدا عن الإرادة الجامعة للشعب اليمني والارتما في أحضان مشروع العيراني الذي لا يستهدف اليمن لوحده بل للمنطقة كاملة الرؤساء العرب من جانبهم عبروا عن دعمهم لشرعية اليمنية وعلى ضرورة إيجاد حلولنا تضمن عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن كما نجدد تأييدا القوي للحكومة اليمنية بقيادة فخامة الأخر الرئيس عبد الرب منصور هادي وتأكيدا على أهمية اليمن في المحور العربي فقد تم إقرار رؤاسة الجمهورية اليمنية للقمة القادمة وهو ما يجعل البعض يتسأل هل ستستطيع صنعاء نفض غبار الانقلاب عنها لتكون جاهزة لاستقبال أعمال القمة القادمة اشتركوا في القناة